بالفعل كانت زيارة متميزة بتميز الأقاليم الجنوبية كانت أيضا زيارة ميدانية زيارة ميدانية للمشروعين حقا نموذجيين لكيستحقوا حقا أنهم الحمد لله يعطيوا الريادة المغربية فيما يتعلق بالنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية والمدن صاعدة في هذه البقعة من الوطن زيارة محطة معالجة المياه العادمة اللي كتبت دولة التنموي المستدامة بشركة مع وزارة الداخلية الحمد لله اليوم الأشغال فيها 90% اللي غادي تمكن من أولا مكافحة تدهور البيئي بمعالجة المياه العادمة لكل إقليم ديال العيون بالإضافة وهذا هو الأهمية هو أن نظرنا فيها واحد النموذج ديال محطة فيها تدبير مندمج بحيث فيها استعمال الطاقة البيوغاز اللي كان في المطرح القريب لها غادي تستعمل في كطاقة في الإضاءات وكهربات المحطة بالإضافة أن نعطي تعليمات في سوق بلاس باش نبدأوا دراسة الجدوى باش تكون إعادة استعمال المياه العادمة من اللي توصل للتخسير وهذا مهم جدا لأنه يمكن الساكنة وكذلك كل فاعلين خلصا للجماعات السوربية لكل إلي العيون من استعمال المياه العادمة في الساقي وفي مجموعة عادية الاستعمالات النفع على الساكنة وكذلك على البيئة بالإضافة واحد المنجز مهم جدا والحمد لله حقا نحن مع جميع شركاء سعاداء واقتصمنا الفرحة سيوغ بلاس هي أن تسم إغلاق واحد المطرح اللي كان كي يشكل واحد الإشكال بيئ كبير ومتواصل وعمار تقريباً واحد أربع أكثر من ربعين سنة بحيث أنه عمره بعمر المدينة هو مطرح مدينة بوجدور مطرح كان كي يمتد على سبعة وسبعين هيكتاغ يعني المدينة بدأت بوجدور هو ذاك المطرح بقاكي يتوسع اليوم الحمد لله نهنوا أنفسنا أن هذا المطرح تم إغلاقه نهائياً ما أدى إلى المدينة ضيفة الحمد لله ومبقاكي الإشكال الرياح اللي كتديهم اللي كتدي جميع النفايات كتتوصي كي وسلوط المستيد بالإضافة إلى الزيارة الميدانية اللي كانت فعيل لمكان دي المركز الجديد اللي غاديشتغل في الأسابيع المقبلاً اللي غايكون مركز جديد اللي تتميني النفايات ماشي الدفن وماشي الجمع وفيه الحمد لله غا نسم إدماج هذوك الناس اللي كانوا خدامين في المطرح القادمة واحد خمسة وعشرين من الناس الفارزين اللي غا يدمجوه النموذج واش ممكنش يكون فيه بين جدو الأعمال المعتمر اللي غا يكون في مراكش ولي انتم تتهيئين بالمناسبة هذي أول واحد غا دي نقول علي إحنا إن شاء الله غادي يحضروا معنا بعض المدرأ الجهويين وغادي يحضروا معنا خاصة المدرأ الجهويين للأقارم الجنوبية من أجل أن تتقاسم جموعة المشاريع من بينها هذي النموذجين العمليين اللي هم يعني واحد القيمة مضافة في ما يتعلق تنمية المستدامة بإفريقيا على اعتبار أن اليوم التغيير المناخي يمس بشكل مباشر للقرى الإفريقي والسحراء في عمق إفريقيا قد احتضن بلدنا الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي لتنمية المستدامة بتنظيم الأمم المتحدة واللي غا يحتضنها الحمد لله المغرب كما احتضن مجموعة من المؤتمرات الأممية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السليس حفظه الله واللي غادي يعرف مشاركة رفيعة المستوى من دول إفريقية وأيضا من وفود ومسؤولين رفيع المستوى وغا تكون محطة هذه المحطة غا يكون ستة سبعتاش تشمنتاش من أجل أننا نخرجوا بتوصيات غا يحضروا فيها وحدة 25 بلد إفريقي بالإضافة إلى حضور هذا هوات المتميز للبرحة لو نحن نتابع التسجيل وصلنا إلى 37 دولة وفودة 37 دولة بالإضافة إلى خبراء إلى وزراء وكذلك مدراء ومسؤولين من رفيع المستوى وغا تكون على مائدة المقاش مجموعة من التجارب الرائدة من بينها التجربة المغربة فيما يتعلق أهداف تنمية مستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر